أقول لك عمو أني ما أريد كيك بس هذا يطيك ألف ها شحيل ما أريد كيك هكذا ألف ها يطيك ألف بس ما أقض كيك زين يعني إلا أخذ كيك إلا أطيك ألف لم يتجاوز ربيعه السابع أو ربما الثامن بوجهه المدرج بالعرق وبسماره الذي نقشه قيد الصيف اللاهب في الصف الثاني الابتدائي ومع ذلك يعول أسرة كاملة من بيع الكيك في الشوارع كل ما أسلفناه طبيعي جدا في بلد مثل العراق لكن غير الطبيعي في الأمر أو لنقل غير المتوقع عزة النفس لدى هذا الطفل عزة يفتقدها الكثيرون ممن أتخموا بخيرات العراق وكدسوا المليارات من أموال العراقيين في بنوك الغرب والشرق هذا الطفل يعمل ولا يتسول يرفض أخذ أي مبلغ زائد على استحقاقه هو يقول إنه لن يأخذ إلا ما يساوي ثمن الكيك الذي يبيعه ما يطلق عليه الساسة عمولات يحللونها لأنفسهم هو يحرمها على نفسه ولا يقبلها على أهله فهو يعتبرها انتقاسا من كرامته وامتهانا لعرقه وخذلانا لجهده هذا هو الإنسان العراقي الذي ظن بعض ضعاف النفوس أنه انقرض أو أنهم دنسوه بأخلاقياتهم المستحدثة الدخيلة على قيمهم وتربيتهم وعاداتهم وأخلاقهم طفل بأخلاق أمة هذا هو الطفل العراقي سيف اسم على مسمى نشأ في زمن الفساد لكنه رمز للصلاح ويعيش في زمن العبث بمقدرات شعب بأكمله لكن لديه من الاستقامة ما يفتقدها مليون فاسد فليتعلم كل مرتش ولص وفاسد وجاحد وعابث من هذا الطفل قيام الحق والسمو والرفعة والعزة الله ينتقل من كل ظالم ذول اللي يقع يبقون 24 ساعة خيشوفون هذا النموذج هذا الطفل نحن الآن بالحرفين درجة الحرارة بما يقارب 50 وأرض علي أقلى عمه هذا الف ما ليتكيك بس قد الألف يقول لي لا أنا بس عبيعي تريد تشتريه يشتريه ما تشتريه لا أنا ما أخذ بدون ما أنطيكك الله يوفقه ويخلي الأهل إن شاء الله